ملف كورونا نناقشه مع عضو لجنة علاج كورونا في إقليم كردستان الدكتور دشتي عباس البستاني أهلا ومرحبا بك هناك تلويح بمنع المتأخرين على اللقاح كورونا من الدخول إلى دوائر الدولة كيف سيؤثر هذا القرار على مسار الجائحة وكيف سيقلل من نسب العزوف على اللقاح بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة في الحقيقة نسبة التلقيحات في العراق نسبة قليلة جدا يتراوح بين 1 إلى 2% في الوقت الذي نرى فيه بلدان العالم نسبة التلقيحات وصلت إلى 60-70-80% لذلك يجب أن تكون هناك خطوات لتشجيع الناس على أخذ اللقاحات ومنها مثلا تسهيل الطيران تسهيل السفر للذين لديهم كارتات اللقاحات وأخذوا جرعتين ومضى أسبوعين على الجرعة الثانية هذا يعني يمشجع السفر أحد طرق ترغيب الناس باللقاحات وكذلك تمشية المعاملات في الدوائر ودخول الدوائر يعتبر ولو أن التلقيح ليس إجباريا حسب ضوابط المنظمة الصحة العالمة ولكن ترغيب الناس باللقاحات يؤدي إلى زيادة نسبة التلقيح وزيادة مقاومة الناس ونزول حالات الإصابة ونزول الوفيات في العراق إن شاء الله طيب إذن هي خطوات تشجيعية لحث الناس على التوجه لأخذ اللقاح أسألك هل لدى السلطات الصحية في الإقليم قرار مشابه لذلك بالحقيقة الإقليم يعني شجع على التلقيحات بعمل كارتات للسفر يعني هذه الكارتات يعتبر مثل كارتات فيزة اللقاحات وهذا يؤدي إلى أن لا يحتاج المواطنون إلى أخذ مسحات أثناء السفر وتسهيل أمورهم في البلدان الأخرى وتسهيل أمور الفيزة لهم وكذلك تشجيع المراجعين لأن حين وآخر نرى في ردهات الاعتهادية مثلا قبل يوما في ردهة إنعاش القلب ظهر حالة مرضى القلب ظهر حالة موجبة لكورونا وهذا أدى إلى تفريغ الردهة وتعقيم الردهة من جديد لذلك يعني حتى الآن العمليات التي تجرى في مستشفيات الإقليم يجب أن يجرى قبله فحص PCR لتأكد من عدم إصابة الذي يجرى له العملية بالمرض لأنه أثناء العملية وفصال العملية يمكن أن ينقل المرض إلى الجراح وإلى التيم الجراحية الذي يعملونه داخل صالة العمليات طيب دكتور فيما يتعلق بمن يلقح وما هو نوع اللقاح الذي يأخذه في العراق هناك رفض شعبي للقاح البريطاني أسألك ما هي الأسباب وهل هناك أسباب أصلا غير معلنة أدت إلى إيقاف استيراد لقاح استرازانيكا؟ لا بالعكس يعني العراق دخل اتفاقية مع منظمة كوفاكس ويعني لنهاية العام يجب أن يستلم 16 مليون جرعة لثمان ملايين عراقي وأغلب هذه التلقيحات هي لقاح استرازانيكا الذي سعره رخيص ونوعيته جيدة ونسبة الوقاية به عالية جدا وهذه اللقاحات كلها أخذت موافقات منظمات منظمة الصحة العالمية ومنظمة FDA الأمريكية والأوروبية لذلك لا يوجد فرق بين اللقاحة وآخر وهناك تفضيل للقاح فايزر للذين تقلع عماره معا 35 سنة بسبب حدوث أربع حالات لمليون لقاح استرازانيكا وهذه حالات نادرة ولم تحدث في العراق لحد الآن طيب دكتور مع الإقبال على لقاح فايزر بالعراق ما مصير اللقاحات الأخرى؟ هل هناك ضرر من تقادم الخزن أو فقدان الصلاحية؟ لا بالعكز يعني الكميات التي تأتي إلى العراق طباعا يجري التلقيح في مراكز الصحية والمستشفيات والمراكز الخاصة لذلك لا يوجد مشكلة للخزن وانتهاء صلاحية اللقاحات بالعكز نحن نحتاج إلى كميات أكثر من التي تستورد هذه الشركات لكي نكمل أكثر من 20 إلى 30% من سكان العراقي يعني من 8 ملايين إلى 10 ملايين لنهاية عام 2021 حسب خطة وزارة صحة الفيدرالية ومنظمة الصحة العالمية عضو لجنة علاج كورونا في قليم كردستان الدكتور ردشتي عباس البستاني شكرا جزيلا لانضمامك إلينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة